اشتركوا في القناة على مواصلة البناء على ما تحقق من شراكة استراتيجية متميزة في شتى المجالات خاصة العسكرية والدفاعية منها ما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وسعادة سيد حمد بن فيصل المالك وزير شؤون مجلس الوزراء الفريق بحري شارلز برادفورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس بمناسبة انتهاء فترة عمله حيث أعرب سموه عن شكره وتقديره لقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس على جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأشار سموه إلى الدور الحيوي الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز ركائز الأمن والسلام في المنطقة مؤكدا سموه أهمية مواصلة العمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والدفع قدما بمسارات العمل والتنسيق المشترك نحو فضاءات أشمل بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك